السلام عليكم نتمنى لكم المبروك و نتمنى لكل اخوات يكون بصحة جيدة اليوم و بإذن الله جبت لكم تقسيم زوج ملايين الوحدة و شو الأخت ثمة كيف نقول احنا يا كان الزوج تحاكي ما كتشوفوا الكومنتر تحا قلت لك كان الزوج تحايعطيها 4 ملايين في الشهر و هما قلت لك عندها زوج جادرالي يقروفليكون و عندها واحد صغير عندها 8 شهر يستعمل لكوش و يستعمل لحليب قلت لك جاهم ظرف طارئ يعني ولا ظرف ماش يمليح قلت لك الزوج خلص 15 مليون كيرا يعني مش عافة كيفاه المهم جاهم ظرف خلصوا مليون و 15 مليون تا كيرا قلت لك و كي عطاني هذو زوج ملايين كما كتشين كومنتر تحا مايش عارف أصلا كتتتصرف يعني كتش مولفها بالكثير و كي واندها القليل حصلت قلت لك و مايش يعني موفرة لقاتك لكون 1 الف فرنك مايش موفرتها تحتراسي كما قالت هي يعني قلت لك الله غالب يعني المهم رك اما ما معترفها بلي الله غالب قلت لك ماش عارف كيفاش نصرر فيها و لا قلت لي جزاكي الله و كل خير قلت لي جاوبي اليوم سوف نجاوب اختي وكل الاخوات اللي يكونوا مشابهين لك انت اياه او او الراتب التحهم زوج جملايين او او اعطيها الزوج تصرف زوج جملايين او لا يعني السيدة عف كذا الشمشي وما تنسونيش قبل ما نبدو الفيديو اخواتي ما تنسونيش بالجام يعني باللايك ما تنسونيش بالكومنتير باش الاخوات اللي يدخلوا للقناة ويشوفوا الفيديو يعرفوه على واش ريادر باش يستعفدوه وان شاء الله بارتاجوا فيديوهاتي لحباباتكم ومصحاباتكم باش يقولوا احنا يا القناة انتاعي تتوسع يعني وتوصل اكبر عدد من اخوات باش يستعفدو يعني الناس اللي تحوس يعني تتقسم يعني الراتب والاشارية انتاحا وما هيش عارفة كيف يشمشي يعني معروفة القناة انتاعي بليان التقسيم انتاعي يعني مليون في المياه ناجح ما كانش اخت يعني قسمت لها يعني وقاتلك ما نجحتش يعني الحمد لله يا ربي دخلوا في القناتي في الكومنتر وفي الفيديوهات قلوا لي كومنتر يعني جميع لقسمت لها عندها كثير ولا قليل يعني حمده ربي وفرت وما خصها والو اليوم بإذن الله نحن قسم للأخت هذي شوفي شاد ديري يعني يعني قاعد ناس تطح في الظرف الصعب مكاش اللي ما يطيحش مي السيدة تكون يعني حاكيمة وتعرف كيفاش تتصرف حطي الله زج ملايين تعاكي من هكا زج ملايين يعني اذا نساوي روحي للأخوات مش تستافدوا يعني نتمنىكم تشوفوا فيا ديري زج ملايين كما كتو فيه هنا زج ملايين يعني عشرين ألف دينار جزائري ديري كما نعكا ديري لها هاك دائما ديريها هاك نتيا عندك الغريان 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 الشب حليب ويكوش دي ربعمائة الف يعني ثم نشهر بدية وكل فيه أربعمائة الف يعني عندك كوش وحليب يعني ناصيحة يعني كونوا وليداتكم كاكا دخلين برايحين يبدو للعام يعني علموهم يكلو شوية اذا اكتبوا الاكل اوضاع الاخرار حيث الحليب يجب ان يشرف الحليب مواد غذائية مواد غذائية لديك زيت سكر ايبات 500 الف 25 كيلو سوف تدير 65 كيلو يعني كل منطقة ها هي تنقص على روحك المصاريف تنقص على روحك تنقص على روحك هنا لا نستطيع مثلا ضع الموضوع هنا 300 الف خضر خضر كل 15 يوم خضر 150 الف قمت بتسجيل ورطي وخضر كل 15 يوم يجب ان شاء 150 الف يجب ان يأكل الأولاد في قناتي تحضر قناة يجب ان يأكل الأولاد كل 15 يوم يأكل 150 الف يجب ان يأكل أولادك لدينا أصداد إستغلاء الرعب مباشرة وأنا أقول لدينا رجل جيد طويلة أحتجزو جيد أو أحد كبير أو تتعرف كيف يكون في المحل الأخذ يتصرف ممتاز يدري او 30 الف تقريبا يعني راح غالي كان فيها الزروف وذاك من بعد ان تتعودي اائه المؤسسين في المصاريع بيجو من عملي وكما تفعل المعيشات ومعولداتك ويستغلق 60 الف حليب حليب شكارة يعني لم يشرب حليب شكارة يقوم بمائة تناول خبز أعطي 100 الف خبز كذلك يتجمعه، يجب أن تجمعه، وأن يجب أن أجنبه، ويجب أن تجمعه، يجب أن تجمعه، يجب أن تشري كل يوم كمالية، لكن يجب أن تجمعه، تجد السراح وأمريك أنه تشغيل ويدراج ومعارج من المؤسسة هناك مصاريف يوجد من مصاريف هناك مصاريف يكون هذه مصاريف أرى أن تريد أن تذهب المتطالبة التي سوف تساعدها المهم ان مواد الغذائية 500000 لا تستطيع اعجني 200000 تستطيع اعجني احسن المواد الغذائية 400 افتاع ليكوش 200 افتاع الويفي 300 افتاع الخضراء المواد الغذائية 400 افتاع الويض ملايو 30 افتاع الحليب 120 افتاع الخبز المواد الغذائية 200 افتاع الخبز المواد الغذائية 800 افتاع ملايو 840 الف يعني المجموع كامل اللي كتوفي فيه مصاريف تعد دار كامل عندك مليون وثمانمائة وربعين الف يبقى لك ميو ستين الف هاي وينا هذي تبقى لك هاي وينا كيما كتوفي ذيها هذي منزو جملين تبقى لك ميو ستين الف أنا كنت سعفيني كي نقولوا حنايا الخبز عجني كيت عجني هذي ميتين الف هذي تقدري توفرها إذا عجنتي يعني يوميا عندك هذي ميتين الف توفرها تولي عندك ثلاثمائة وستين باقي عليك والخذرة ثاني الشريعة ويأكل وليداتك شريعة 15 يوم أحسن كان النسرهم تقريبا يديروك معناها 15 يوم ونشيبوغي الحوج اللي يأكلها وليداتي يعني ما جيبش خارج شخص صغار صغار نعرفوه كان يصوار هي يأكله كان يصوار ما يأكله بالنسبة للجاج قسمي كان النسر هتقسم شوفي كالنس لبسعليهم والله ويقسمه عادي كيف ناكيفهم بسكع له يعني الدرهم ري وعرى ورهي ما تقضيش وسخطنتي عندك يعني عندك ليكوش والحليب يعني هم اللي يدونك يعني حاصيلة شوية كبيرة هذي اللي بيتمقول هالك كيم قولوا حنا يا لأخوات لي كمانتين يمشوا كمان هكا وكيك يعني يعني تريحي ولا يعني يعني ترجع لك الزوج الدرهم كما كتصار فيه انتي مضحش الزوج إذا قولت لي يا باك اللي قولت لي هذي تكفيني سي يتعود على غير هذه انتي غير بنكبير روحك يعني تتصر فيه و هي رجع يعطيك يعني كما كنت يعني قبل يعني رجع ل عرجي تقسيم تاقطة 4 ملايين ووفري دائما تقضي بها صالحة عمرك لا تستهزي بالقليل بسكو القليل هو اللي يبني الكبير عمرك لا تستهزي بالقليل بسكو القليل هو اللي يبني الكبير الصغير هو الصح هذا الدرهم الدجداش هذا الصغير هذا هو اللي رح ادير به التاويل مدامك في المرحلة تصرفي كمان هاكا شوفي انا ما اقول لك شعني من اول شهر وثاني شهر ضد شهر انا كنتمشي بالطبيق بتاعي عندك من شهر لورك يسالك ومثلا فطياب ثاني انطيب غيوش يكل ولداتي كي تبقى لي حاجة نزيد نخليها ونزيد لها حاجة في الليل غذائية مثل ودائما ترغي كمية لداولداتك وفي الليل بدليل هم اخرى مثل هنا في 500 تحرم لا تناول ارموض الغذائية تصنعي القاطو في دارك مثلا لجوية كرة كرة يعني علمي أولادك كما هكذا ترى كنت تصرفي 4 عشيتي يقولون نحن يدد ناس الدنيا صعبة يقولون ان هناك درهم بزيف تولف رواحة و تولف أولادها الكثرة هذه لا تحصيح الظروف كديرا تظهر من الدنيا و تبقى لالي يعني السيدات لا تحصيح الغطا في الفرنك لانا 100 الف كل شهر امتا في نفس الموارات فحسبا لها العام الانكي يتجمع مليون ومائتين اغلقك في ريسان كامل لا تشكي اعطيك الزوج الدرهم هذيك تشوفيها درهم او بزاف وتوليت بعثري ايو التبعي في القناوات اللي شارية الكاتشاب و شارية الشيكولة و شارية الخرابيط هذو كل ما فيهم اي ما عندهم اي قيمة غذائية هذو كل مواد هذو ما عندهم اي قيمة غذائية وكل اولادك كموكتي تقلي في داركم خلينا ذيك حبت الديسار ولا اليايورت ولا هذوك يعني ضروريين يعني دائما كماليات اللي ما فيها فايدة يعني كماليات اللي ما فيها فايدة شيكولة و مانش عارفها موطة الاخرى كاتشاب و يعني كنش يسوالح يعني لاغينا عنها ولكن قول لازم تستغني عليها بس كما هم ضروريين سيخطنتي عندك اطفال عندك هذا كزوج اطفال يبوا يأكلوا يعني مادة صحية مادة طيبها في الدار هذا هي وعلموا يأكلوا في الدار هذيك الماكلة يا جديدني اتباع اظنوا من اللي ما في اطفال انا بقليم و هذيك يتبعوا ناصحهم عن حيث يستعملوا ما في الامر هذيك نصيح الاخوات يقولون يأخذنا احنا يأطيرك الراتب كما أنه مالك الزوج يأطيك بس وصور فيها يأكلوا جمع بينهم بينا ايضا كنت تحددوا ما يأكلوا كما كنت يقول يأكلوا كما كنت تحدثت لكي نخدم لسلطة دوء لصفق المصروف و يعدون تصفين مدمجة و ينبقى الضراء في المسلم و الذي اتلاحق يكون في الغرف ويتم وضع المرعب و هو إصدع الوصف كما قادلت و اخذت .الخبار الان قلب الحكام قلب الحكام تقول لك لا يلاحق لها عودة تشري الماكلة من برات عودة على الجاهز عودة ولادها على الجاهز يعني غالية تشريها يعني ما يهمها بسهل شهر يمشي وراء شهر نريد يخرج إلى الاعتريد تقير لحكي أحتي الحديدة كما يقولون مجداد صحته بجداد عمركين الناس هذا هي كما انت يا اخت ان شاء الله ديري شره هذا التخطيط ورجع لي بالخبر ما ليش اتجاج ندير التقسيم ما كاش لا رحوط الخروف ويأكلها قدامه ما ديريش على كل كذابات هذو اللي يدير لك فيديو وتوريلك منه ويأختي ما تشجع وين كانت بل كانت معروضة ولا ما عافوين كانت ولا رح تدارهم لباس عليهم وحطوا لها من هي ضيفة يعني الناس كل واحد يمشي على سابه انا بزافة خاوتي يتبعوني يمشيوا كما قلت ما تشجع لهم نحمد ربي قلت لك لعدنا الدين خلصناه قلت لك لعدنا مثلا بطلنا نديروا الكريدي بطلنا يعني قلت لقد قدرنا نتاوي الحاجة اللي كنا مشتاقينها يعني الاخوات ديروا وريصانكم في عقولكم تعرفوا خلاصكم هذا هو هذا هو التقسيم الخاص بزوج ملايين للأختي كان يعطيها الزوجة أربع ملايين والتي يعني تتسهلك الزوج ملايين فيها وبركة غاية 160 الف اللي تبقالك وحمد يا ربي اشتركوا في القناة و الى المتقى بإذن الله